عظيم وعلى اساس ده فندم عندنا مجموعة انواع كتيرة زي ما كان الدكتور بيقول تمام ستك فندم ما هو ان شاء الله احنا بدأنا المشروع ودي كان حلم ان احنا نعمل مشروع او نعمل اكبر مصغيرة طمور على مستوى العالم سبعة وثلاثين الف الدان المخطط بتاعها اثنين وثلاثة من عشرة الف نقلة الاساس في المخطط اللي احنا كنا نشغلين عليه هو التلزامنا اللي احنا ننفذ المشروع في المعادل المحدد له والالتزامنا ان احنا نزرع اصناف مش اي صنف نزرع لازم ان ندرس الصنف الاول ولازم ان نعف الصنف الجو بتاعه او ظروف الجوية بتاع التوشكة هتنجبه لا بعدنا ندخل اصناف جديدة مصر زي المجدول الصقعي البرح الموجود عندنا الشيشي الخلاص ده اصناف كلها هتعتبر اصناف نصف جافة اه تصلح للزراعة بتوشكة وتصلح للتصدير اه عشان ننجح والمشروع يتم على خير كان لازم ان عندنا بعض القواعد لازم ان نعمال الالتزام اصل نجاح اي مشروع عشان نزرع الكمية ده كلها اللي احنا وصلنا مخططها مليون وتلتمئة الف نخلة في الفترة البسيطة دي جت المشروع سيداتك بدأ كان يوم ستة اكتوبر الفين وطمانتاشر ستة اكتوبر الفين وطمانتاشر بالنسبة لمصر كلها ده عيد قومي احنا كان بالنسبة لتوشكة كان عيد قومي اللي احنا نزرع اول نخلة موجودة في توشكة كان بالنسبة لنا حافز معنوي الالتزام بموعد العمل ان احنا نشغل الصبح من الساعة خمسة ونبطل الساعة خمسة مش الالتزام بالعمل بس الدقة فيه ان انا عشرة ازرع مشروع بهذا الكم وهذه المسيحات في الفترة الوسوية ديت اما تلاحظ سيداتك اول نخلة في المشروع تلاقيها على خط مستقيم لاخر النخلة في المشروع دين دل على شيء دل على الالتزامنا ان احنا نعمل مزاعة طمور تخش اكبر مزاعة طمور عام نستوي العالم كعادة اصناف نخل انا عندي حوالي خمسة وثلاثين صنف نخل من الاصناف الممتازة جدا وعندي يعتبر الخمسة وعشرين او ثلاثين صنف دول موجودين في مكان واحد واندي مش موجود عام الساعة العالم الحاجة التانية احنا بلجعشه خلاص اني بزرع وبخطط لقدامي اني هزع اثنين وثلاثة من عشرة ملين نخلة تنامساتك هل انا عندي لازمة نزع دكورة هزع فحول كل صنف بيحتاج كمية الدكور معينة احنا دخلنا الغنامي دخلنا فحول العين الجرفز مخطط لزعة الدكور للمشروع مئة الف نخلة دكر عشان احافظ على المنطقة وما دخلش لها حقوق لقاح من بره او ادخل لها حشرة من بره او اي حاجة اللي اكتفازت حتى اما جاء نزرع ودي كالصابقة اولى ان النخل زراعة الانسجة ان يتكيب باللي كياب الكارتون الكارتون دي ليه ما جيبت شانبوس من بره او جيبت اي مواد تغليف من بره عشان البوس هيجيب لحجيش يجيب لامراض فمحافظة على المنطقة بكرة ودي كان التزام عن الشرك محافظة عليها كمان زي انتك اقول لك خشرات ومن الافات كمان من الافات كمان اه هل انا زرعته خلاص لا انا زرعت وبدأت اضرب ناسي على عمليات ما بعض الزراعة تمام الوقت عندي فريق زراعة مكوم مسلا من حوالي سبتين طقم كل طقم فرض فيه عارفوا بيعمل ايه بالزبط اللي بيزرع اللي بيكيب اللي بيحول الشتلة اللي بيساوي جورة ده ندل على شيء كل واحد فينا عارف بيعمل ايه بالزبط هاته اللي بيتبس خرطوم اللي بيرضي من خرطوم دوة التزام اخر النهار هيبقى عندي لزمة نجاح عالية كفاية عالية التزام ان انا خلص المشروع في الوقت اللي انا عاوزه بدأنا نضرب الناس بتوعنا على عمليات التقليم هل انها المشروع دوة ده مشروع كبير لازم انا اضرب من دلوقتي كأزبق المشروع بخطوة اعلم الناس يعني ايه تقليم وإيه الغرب من التقليم نفس الموضوع ده خلنا في عمليات التلقيح توقيت بنتضرب الناس بتوعنا عندما جميع تلقيح هو يلقح ازاي وامتى يلقح كوز واي صنف واي كمية هو محتاجها الصنف ده عشان يحطوله كمية بتاعت طرق التلقيح المختلفة هل انا هلقح بشماريخ هل انا هلقح مائي هلقح بالقطنة دي كلها لازم من كل مهندس او كل فرد في المشروع الكلام ده بيتم عن طريق ايه عن طريق اليوم الحقل اللي احنا بنعمله في المزرعة او عن طريق المحاضرات اللي احنا عملها اسبوعيا بالتزام دقيق جدا ان كل ما هو موجود في الموقع يحضر اللي ما حضرش يكتب المحاضر المشروع يكتب الحاضر المحاضر يكتب اه اللي بقى جازة لازم منزم له يبلغه هو اللي حصل في المحاضرة اه اليوم الحقلي اه المحاضرات الشفوية اه كويس بس لازم الفرد او المهندس ينجر على الارض طبعا يمسك المسيب العمل يقلم يلقح بايده التعليم بالايد افيا قتيل منه اسمه ده عظيم ده خلالي نسأل حالك يا دكتور فيه تكنولوجيا حديثة بنستخدمها في زراعة النخيل حضرتك يا فنم كل ما تتخيلوا من تقنيات حديثة احنا بنطبقها على ارض الواقع في المشروع دوت بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين يعني احنا كل معظم النباتات اللي موجودة هنا وليست كلها ناتج زراعة انسجة ناتج زراعة الانسجة ده بيحتاج من العناية الفائقة والحساسية والمتابعة اليومية وانا شايف والله يعني جميع الافراد في الشركة وجميع الافراد يعني العاملين كلهم بيتكتفوا لانتاج والعمل بكل جد لانتاج افضل ما لديهم وان المزرعة تكون متفوقة ومنتجة في اقصر وقت يعني الحمد لله رب العالمين يعني احنا ما فيش حاجة ولا في مشكلة الا ولا ايه مهندس القطع والمهندس المشرف عليه بيتكاتف ويقول عندي كذا 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 ويريد حضرتك تقول لنا رأيك ايه يعني حتى ما بياخدش القرار الا ويرجع الهدف انه هو يكون على ادق التفاصيل بشكل علمي يعمل بشكل علمي ما يكونش فيه ادنى مشكلة له اثناء العمل طيب دكتور كان بتكلم عن المتابعة والاشرافه ده مهم جدا وحضرتك ذكرت نقطة كنا عايزين بس نتكلم فيها شوية انا ازاي احمي النخيل من الحشرات من السوسة السوسة الحمرة تمامي فانا اول شي عشان نحفظ اي مكان من المزرعة اول حاجة المتابعة يعني لازم ان يكون المهندس او فرد الموجود في القطع لازم ان يتابع النخل بتاعه لازم ان يمر على نخله زي ما احنا بنطلق كده على النخل دي مش نخلة اسمها بيطلق عليها بنتك واي انسان بيحافظ على بيته لازم ان المتابعة المرور او المتابعة او الفحص الدوري لكل نخلة موجودة وعمل برنامج وقائي يحميلي او يحميلي المزرعة دي اعتبر مكافحة درجة اولى داخلية طيب المكافحة الخارجية انا لازم ان اجيب اي فسيلة من بره زي ما قالت الدكتور عبد الرحمن لازم ان تحصل للحجر الزراعي لازم ان يعملها جميع الطرق الوقائية ان هي مخشش لي المزرعة احنا عاملين نقطة حجر الزراعي بره المزرعة اي شيء يخش المزرعة لازم ان يعمله فحص دقيق ونحط داخل المتابعة لمدة ستة شهور عشان ما فيش حاجة تخش لي تمام لازم ان المصدر بتاع الشكلة بتاعه هو جاي منين خلاص هل هو جاي من منطقة مبوقة هل هو جاي من حتة كويس متابعة المصدر الفسيلة او مصدر النسيج دي بالنسبة لنا خطوة اولى طبعا عشانك دا كله عشان اضمن منتجي نفس عشان اه مش منتجي نفس ان يقدر الله لو الحجر داخل المشروع طبعا مش اضاعها فلازم ان يكون في حزم وشدة والتزام من كل فرد موجود في المزرعة ان ما فيش مش شوزة بس لا فطر اي شيء يضر بالمشروع لازم ان يكون في حزم فيه هو ما يخش المنطقة بكر ولازم نحافظ على هذه الميزة ان احنا ما نحاولش ندخل اي قافة اي قافة كنترول عليها بحيث ان احنا لندخل قافة ولا مسبب مرضي للمنطقة لان دي مزرعة والله الحمد يعني مزرعة بنعتبرها مزرعة نموذجية وامل مصر في التفريخ في المنطقة الصحراوية دي جد لان كان املنا ان احنا نتوسع عايزين نشوف امل كل واحد في البحث العلمي او في مجال الزراعة نفسه يشوف بلده بتنهض بتنهض بكل قوة في اي مكان فكون ان هي منطقة بكر ومنطقة محافظين عليها ومنطقة بنحاول نتوسع بيها فلازم نحافظ على ان هي تكون خالية من المسببات المرضية او خالية من اي حشرة او قافة غازية ان شاء الله تعالى طيب بشمونس هل في معاهد زراعية تانية بتشتغل معاكم؟ معانا معاهد اه مركز المحوش بمثل في البربعة معاهد بتوعه اللي هو معهد اه الامراض والمعامل لركز النخيل اه المعهد اه الاراضي عندنا قسم اه معهد البستين ماشك في قسم الفكرة السوية الاربع معاهد الامراض معهد الوقاية معهد الوقاية اه الاربع معاهد اللي هما موجودين في المجلس محوش بيتابعونا بصفة مستمرة كل اسبوع بيجينا دكتور من معهد متخص امراض افاد اه بستانة اه موسف في معهد مركز النخيل لدكتور عبدالرحمن كل اسبوع بيجينا كل اسبوع فيه تخصص مخارف فيه تخصص جديد اه يدخل يشوف وصلنا لايه هل محتاجين حاجة؟ ولو احتاجنا لجنة متكاملة تيجي لجنة متكاملة في اي وقت اخبار حضرتك لفحص اي حاجة فحص الشحنات الواردة فحص فحص او عمل لجنة الاستلام عمل لجنة للزراعة عمل 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 ما فيه بشكل دائم اخبار حضرتك ان لم يكن على ارض توشكة في المطارات بيكون في المعاهد هناك بيتم الفحص للعينات بيكون للمتابعة بشكل عام وبشكل دوري للمشروع